اشتركوا في القناة منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وخمس وخمسين دقيقة من مساء اليوم السبت بعدها بده ينتقل القمر يعني طيلة ايام يوم الاحد رح يكون القمر موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح بالنسبة للقمر بما انه ما زال موجود بالحوت فعشان هيك بتضلل ناحية الروحية بتلعب دور بارز في جميع الابراج يعني كل الابراج بيحسوا بهذا الشعور منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر نكشف عن متاعبنا للغير نجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير ايضا من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن احيون الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بحدم الارتياح النفسي هاي الفترة طبعا تعتبر فترة ممكن البعض يقع في حباء للغرام بزيادة او اذا بحب بيصير يحب زيادة بيصير عاطفي زيادة عن اللزوم بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعياة المرضى وشراء الزهور اتناء الالتصوير او امور الها علاقة بالمجال الفني اما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زوايا بطيئة رح تكون ذروتها اليوم وبرضو عنا خلوب مسار او عنا انتقال القمر برضو لبرج الحمل في ساعة مساء اليوم برضو بالنسبة لزاوية الاولى اللي رح نتكلم عنها هي زاوية التزديس الايجابية بين المريخ وبين نبتن طبعا اليوم اخر يوم لالها بيكون لدينا تركيز عالي لدرجة انه ممكن نكشف اي شخص بيحاول الكذب علينا او خدعنا وكمان هاي الزاوية بتدفعنا لحب المغامرة والتحمص لفكرة ممكن نحقق انجازات علمية او عملية في هاي الفترة برضو اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين اورانوس طبعا بكرة اللي هو خمسة عشر تمانية هو اخر يوم لالها بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كمان بيتمرد بعض الابناء على اهليهم لا بيسمعوا كلامهم او ممكن يصرخوا عليهم او يصير مشاكل بين الابناء واباءهم غالبا لما بتصير هاي الزاوية بيصير في نوع من انواع الثورات او الانقلابات العسكرية الاغتيالات يعني هاي لانها بتدل على العنف الشوي والشمس بالقيادات وورانوس له علاقة بالمفاجآت وبرضو بتدل على تغييرات او ازمات مفاجآة في الحكومة احتمال اضرابات اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بتدل على حوادث طبيعية مدمراك العواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الايجابية المنفصلة اللي بين نبتون وبين بلوتون يعني هاي ما رح توصل لمرحلة انهم يصير متصلة دا رح تضل منفصلة وبعدين تنقطع طبعا تأثيرات هاي الزاوية مستمرة لغاية يوم اثنين تسعة وهي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة هاي الوضعية بتدعم من وضعنا الحالي اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا ورح تكون مع القمر وعننا زاويتين اللي هم بطيئات اليوم ذروتهم اول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 11.57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيرات هاي الزاوية من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين المريخ طبعا هاي الزاوية رح تكون ساعة 22.52 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وتأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية الاخيرة ما قبل خلو المسار وهي زاوية التزديس الايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 13 دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها برضو من ساعة الصباح لساعة المساء وهي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر هو الخلو السلبي احنا منسميه او الحركة السلبية بتبدأ الساعة 13 دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش وبتستمر حتى تمام الساعة 8 و42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج الحمل طبعا الاشخاص اللي بسألوني عن خلو المسار كيف بدهم يعرفون الايام القادمة او لنهاية الشهر او انا كل بداية شهر بكون يعني بواحد الشهر بتكون او ما قبلها اساسا بكون حاط كل جدول الشهر بالكامل موجود في صندوق الوصف مع تواجد القمر بالابراج برضو موجود في صندوق الوصف طيب بالنسبة لهذا الخلو المسار اللي هو من الساعة 13 عصرا لغاية الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لها الزاوية اللي رح تصير في فترة خلو المسار اللي هي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا اليوم ما هو دروتها ساعة 15 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتخلق مصاعب عراقية لبنحتاج تحتاج مننا ان نبذل جهد والتصميم والارادة لتجاوزها بعد هاي الزاوية طبعا عنا هو القمر بنتقل لبرج الحمل يعني الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير القمر خلاص استقر في برج الحمل ولكن ما في زاوية قوية رح تتشكل خلال ساعات المساء هي تأثيرات الزاوية اللي بتصير يوم 15 ثمانية هي اللي بتبلش التأثر وخصوصا اول زاوية اللي هي زاوية التثليث ما بين القمر والزهرة هاي بنحوذكرها طبعا في حلقة الغد ان شاء الله بما ان القمر رح ينتقل للحمل معناته منبلش من ساعات المساء نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون اكثر تصميما واكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقعنا في متاعب ومشادات غير مرؤوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ونكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء طحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك ويمكن ايضا ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما بعد الانتقال في عنا زاوية بطيئة طبعا هي اخر زاوية اليوم هي زاوية التثليث الايجابية بين المريخ وبين بلوتو وهي ذروتها راح تكون الساعة التسعة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية هي اللي بتجعلنا شويه كنبدو كأننا خجلين احليانا او عندنا نوع من انواع الخجل ولكن ممكن ان نرد على اي شخص بثيرنا بعنف شديد جدا بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا طبعا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم ما نعمل لها اي عمليات جراحية عنا من الان لغاية ساعات المساء القدمان اصابع القدم الغد النقامية الغد الصنوبرية وهرمون الاندروفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام والميتالونين وهو الهرمون المساعد على النوم هدولة طبعا هاي هدولة اللي انا ذكرتهم اكثر حساسية يعني بصير فيهم خلل عشان هيك كثير من الاشخاص في فترة وجود القمر في برج الحوت بصير عندهم ارق او قلق او خوف او وسواس فعشان هيك بالنوم شوي هيك بطير من عينيهم وبرضو في نفس اللحظة فيها اكثر من الايام العادية لانه بصير فيه خلل في هدول الهرمونين فعشان هيك بتصير هاي الامور اللي انا ذكرتها فعشان هيك اليوم لا يصلح لاجراء عمليات جراحية لهاي الأعضاء لغاية ساعات المساء في ساعات المساء بتتغير الأعضاء هاي طبعا بصير عندنا الرأس اي عمليات الحلاقة بالرأس او الاسنان عمليات جراحية للاسنان او اللسان او العضلات المخططة القضيب المرارة والشرايين والدم هدولة بتصير من ساعات المساء الاكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الاضافية وحتى في الايام القادمة طالما القمر موجودة فيها الامورة في برج الحمل يعني لغاية يوم سبعة عشر لا صباح سبعة عشر يعني يوم ستة عشر ثمانية وآخر يوم لهاي الأعضاء بتصير فعشان هيك ممكن نوفرلها العناية الاضافية اذا احتجنا لعلاج او احتجنا لأدوية او مراجعة الطبيب فلازم ما نتأخر لهاي الامور بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العملية الجراحية لدون الاعضاء اللي ذكرناها اما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ما في اي مشاكل لغاية ساعات المساء طبعا قبل خلو المساء لانه خلو المساء زي ما حكينا امر صعب وانا ما بنصح فيه باجراء عمليات جراحية او عمليات تجميلية بالنسبة لهذا اليوم طبعا بدأ يصلح لازالة الشعر الزائد اللي هم الاشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وحابين انهم يخفقوا الانبات او يعملوا عمليات ليزر او او الى ما لا نهاية فبدأنا في فترة الايجابية لهذا الموضوع تستمر لمدة اسبوعين اما بالنسبة لقص الشعر طبعا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي يعني اللي عندهم ضعف وبدهم يكبروا او يطولوا او يغزروا شعرهم فلا يصلح دائما قص الشعر للانبات او لتكثيف الشعر او لعلاجه في فترة نمو القمر اما في حال انه اكتمل القمر وبلش يصغر القمر لا او انا بصير للقص العادي او لازالة الشعر الزائد بخصوص الحجامة طبعا ظل اخر يوم اللي هو اليوم هذا لامور الحجامة يصلح للحجامة بعدها خلص منكون خرجنا من الفترة الايجابية للحجامة اللي بيجي بقولك لا ما هو طول الشهر وهذا لا الحجامة في منتصف الشهر عند اكتمال القمر في فترات مراحل اكتمال القمر فقط لا غير القمر طبعا رح ينتقل لبرج الحمل وبما انه رح ينتقل لبرج الحمل خلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء ستعاش ثمانية في تمام ساعة ثمانية وسبعة عشر دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام يوم الأربعة يعني لليوم التالي اللي هو يوم سبعة عشر ثمانية حتى تمام ساعة ثنتين واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسارا محدب سبعة عشر يوم في تمام ساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة مساءا بيصبح ثمانتعشر يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانية وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية طبعا منتحسة بنسبة ستين في المية القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل في ساعات المساء ورح ينكذ في الحمل لغاية يوم سبعة عشر ثمانية هو الآن منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات الصباح بتنزل نسبة النحوسة لخمسة وعشرين في المية بعدين بتظل تنزل لغاية ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة عشر في المية عند اقتراب موعد العصر بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبترتفع نسبة السعادة لغاية ساعات المساء لتوصل لستين في المية عطارد في العذراء حتى يوم ستة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة تسعة سعيدة الآن بنسبة سبعين في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية المريق في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشر منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجذب بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي واللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية لازم أنه يتوجه لإجراء بحث أو علاج أو أخذ العلاج المناسب أو مراجعة طبيب حاولوا أنك تأخذوا قسط كافي من الراحة ورغم أنك راح تحضوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة ورح تتجاوزوا مخاوف ما إلها أي أساس طبعا كل ما اقتربنا لساعات المساء بعدين الأجواء بتتغير تماما بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود لأنه القمر راح يصير موجود عندكم وحاولوا بس أنه هذا اليوم انك تحذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير لأنه عندكم عصبية وعندكم حدية ومزاجكم شوي سهل استفزازكم بمعنى آخر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو يتوجهوا لهم دعوة لحضور حفل أو أنهم يشاركوا بلقاء الأصدقاء أو تعاون معهم علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة لكن حاولكم ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم وتتحكموا فيهم أو تعتبوا منهم وتوجهوهم يعني التمسوا الأعذار لأنه أنتوا طاقتكم بلشت تضعف الآن لأنه في ساعات المساء القمر رح يصير موجود بالحمل بيت ما تعبكم فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا يوم القمر ما زال موجود في بيت السمعة لغاية ساعات المسافة بظل اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين عنكم في مكان العمل رح تحضوا بشعبية وتكون كل أعمالكم سهلة وميسرة وممكن تحققوا نجاح شخصي ولكن الأهم ما تجازفوا ما تغامروا ما تخالفوا القوانين ما تشوهوا سمعتكم بأي تصرف في ساعات المساء القمر رح ينتقل لبرج حليف لألكم بتنشطوا ما بينك وبين الأصدقاء أو بمناسبة اجتماعية وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتكونوا تحذروا من الاندفاع أو التهور خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا أكثر صبراً ووعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بتشعروا بقوة العاطف اليوم عندكم أحلام بالسفر بالقيام بمشاريع كبيرة رح تنشطوا بالاتصالات والحوارات والتعامل مع الأجانب ورح يكون في عندكم نشاط عالي جداً في أمور اللي لها علاقة بالاتصالات في ساعات المساء بتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية التركيز كله بصير على العمل على السمعة على علاقتكم بالمسؤولين شوي الأجواء ممكن تفتح أبواب المغامرة فعشان هيكي بتكونوا ديروا بالكم ما تتهوروا وما تندفعوا خلال هذا اليوم بأي شيء ممكن نشوه سمعتكم خصوصاً في ساعات المساء برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعاً اليوم بتعيده أو بتنشغلوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة لأن القمر ما زال موجود في البيت الثامن من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بتزيد اهتمامك في هاي الأيام أو في هذا اليوم بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية والمواضيع القديمة أو المواضيع التاريخية أو ذكريات بأشياء قديمة اليوم رح تظهر على الساحة وفي بعض النفقات اللي إلها علاقة في البيت في ساعات المساء الأجواء رح تتغير تماماً يعني لصالحكم رح تنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات أهم شيء أنه ما في داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرضوا لبعض المشاكل فعشان هيك ركزوا على اتصالاتكم وحواراتكم وعلاقاتكم بالأجانب هي المفتاح اللي فيه أشيء لصالحكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتتركز جهدكم حول تعزيز شراكاتكم الأجواء مشجعة يوم مناسب لا إتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقاتكم الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها انسجام وتوافق الخمر صحيح موجود مقابلكم ومسحب من طاقتكم تشعروا بالعصبية بالحدية بالتوتر أي شيء ممكن أن أرفزكم إلا أنه اليوم رح تشعر أنه الأجواء ألطف من اليومين الماضيات شوي هيك الأجواء بتبلش تتحسن كل ما اقتربنا لساعات المساء في ساعات المساء بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بتكون تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل ما بينكم وحاولوا تهتموا ببعض المسائل المالية برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا بيتراكم العمل لديكم خلال هذا اليوم كمان يعني برضو تركيزكم على أمور العمل مكان العمل علاقتكم بزملائكم بالعمل أهم شيء أنه برضو تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم لأنه هذا بيت العمل وبيت الصحة نضموا وجباتكم الغذائية خذوا قصد كافي من الراحة راقبوا غذائكم بشكل جيد ممكن تجدوا اليوم سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية وصير في نوع من أنواع التعامل مع الزملاء في ساعات المساء القمر راح يصير مقابلكم تماما فعشان هيك بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تنتبهوا من العصبية والحدية مش أي شخص يستفزكم تعملوا مشكلة لأنه أنت الحلقة الأضعف فعشان هيك بتتسجل الأمور عليك فأي خصم لإلك راح ينتصر عليك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس لإلكم فعشان هيك بيظل بصورة عامة هاي فترة إيجابية يعني هذا اليوم إيجابي لغاية ساعات المساء راح تشعروا بقوة الحظ العاطفة العاطف المالي الأمور العاطفية والأمور المالية وعلاقتكم بالأحبة هاي فترة قوية تقوى من خلالها العلاقات العاطفية أو التعامل مع الأحبة مع الأبناء وفي نوع من أنواع البهجة بممارسة هواية أو حتى الترفيه أو التجميل في ساعات المساء بدكوا تبلشوا تنتبهوا لصحتكم كلما اقتربنا للمساء بيغلب عليكم برضو طابع العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد عشان هيك بدكوا تحذروا حاولوا ما تفترضوا سلطتكم لأنه شفتوا في زاوية في البداية ذكرناها لها علاقة بتمرد الأبناء على أهليهم فلا تكون أنت الضحية برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم الاهتمام كله له علاقة بالبيت برضو مشاكل عائلية ترتيبات اهتمامات مسكن بيت جديد استئجار بيت بيع عقار مشكلة عائلية طبعا كلها هاي ممكن تظهر على كل موليد برج القوس أو جزء منها ممكن تهتموا بأمور البستنة برضو بتجدوا نوع من أنواع تعاون من أفراد العائلة بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة لدى البعض والبعض الآخر بيعرفوا أنه في حدية ومشاكل وبيحاولوا أنهم ينهوها لأنه البيت الرابع اللي هو الحوت في زوايا حادة مع نبتن فعشان هيك في عندهم مشاكل عائلية أما في ساعات المساء فالأجواء بتتغير تماما بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبابكم ولكن يعني عشان الزاوية اللي موجودة هاي يحاول أنك ما تفتعل أي خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة أو مع الأبناء لأنه مزاجك أنت الحاد وفممكن يتمرد عليك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر مازال موجود في البيت الثالث فعشان هيك تكثر عندكم كمان اليوم الاتصالات والتنقلات أهم شيء تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة بتستفيد من علاقاتك مع المحيط الأجواء جيدة حتى لتقديم الامتحانات في ساعات المساء هنا الأجواء بتتغير لأنه القمر رح يصير في البيت الرابع له بيت البيت والعائلة فبتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا شوي عصبيين وحدين الطبع وهذا الشيء بسبب مزاجك ممكن يسبب لك خلافات أو صوت فاهم عليك الحذر أثناء التنقلات وقيادة السيارة طيلة النهار وخاصة في فترة قلو المسار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيحمل فرص لها علاقة بمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة بتعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح الأجواء جيدة وداعمة على المستوى المالي وفي تحسن أكثر في ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل أن يعاني بعض موليد برج الدلو من بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود لها علاقة بالمال أو الغيره كما يجب عليهم تجنب التبذير خلال هذا اليوم مش لمصلحتكم تماما هاي الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبير اليوم لأن القمر ما زال موجود عندكم وإنت اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل وبرضو الطاقة عالية جدا وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن تقضوا فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي والمستوى العاطفي أيضا في ساعات المساء هنا بصير التركيز على الأمور المالية لأن الخمر رح يصير في بيت المال فرح تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن ممكن يكون شوي مزاجك متعكر أو تكون قليل الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لك نزاع مع محيطك أو مع الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم وبرضو حاول أنك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة